السلام عليكم معكم مصطفى من قناة مستر بومتك ان شاء الله بحقاة نهاردة هنكلم فيها عن عملة ال W12 الناس انا بتعرفش العملة دي اجد عن يبقى الحقيقة فتحة كتيرة وحقيقية يعني عايزين نشوف بس ترتيب الموقع بتاع العملة حاليا لانه كان كويس جدا اخي مورا شوفت وعرفت ان انت معلق او لا ايه بس انا مومي انا نتعرف الموقع تاريبين مية وخمسين الف على العالم وحاجة زي كده هنشوفها كمان شوية خليك بس مركز معي في العملة دي وعشون بس افهمك شوات حاجات كنا اتكلمنا عنها قبل كده اتكلمنا قبل كده عن استثمار العملات الرقمية وكان حاجة كويس جدا العملة دي اجد عن انا هقول في الحلقة دي انا هقول فيها تنبؤات وحقيقة فياريت اخد بالك اول من اللي انا بقوله لان انت ايه يعني مثلا ممكن اقولك ان العملة دي حاليا بتنين سنت تمام دي حقيقة لكن تنبؤ العملة دي ان هي اول ما هتنزل السوق ويبقى لها بقى محفظة والشغل ده هتبقى العملة بعشرة دولار ده تنبؤ مش حقيقة تمام ده كلام الناس وده كلام الناس بتوع العملات الرقمية وصحاب العملة دي شخصيا بيقولوا كده عايزين بس نعمل رفريش للعملة عايزين بس نحدث نشوف الالكسا زي ما انتم شايفين يا جماعة قدي تكتيب العملة اوان المية خمس واثين الف على العالم ودقويس جدا م مهمة جدا ان هي العملة فايزة بالفاركز الاول للمنتظر الاعلامي للبلوكتشين في نيو يورك يعني واغدي حاجة من بلوكتشين بس العملة دي يا جماعة الوملا دي مازال اسمها مش W12 اسمها حاليا توكن يعني ايه توكن برضو عشان الناس اللي هايز تفهم يعني ان العملة لسة ما نزلتش السوق رسميا فباسموها توكين يعني البيتكوين في 2009 لما كان لسة مش رسميا او قبل كده كمان كان البيتكوين اسمه توكين الاسيريوم لما كان لسة منزلش كان اسمه توكين لما كان لسة منزلتش كان اسمها توكين فكل الحاجات دي بالطريقة دي هنا جايب لك عن طول ان انت مثلا لو انت مسجل او عايز نسجل تسجيل سهلي جدا أيميل وباسورد وخلاص عايز ساجل دخولك بقى عمل تسجيل دخول بالايميل والباسورد ويفتح لك. كل اللي موجود في الموقع ده وكل القوائم بتاعته سهلة جدا وبسيطة كل الموضوع بس انك بيقول لك اشتر العملة بس انك هتشتر العملة تخزنها يعني الفكرة والبورجكت والاستثمار بتاعك يعني الحقيقي انك هتشتر العملة وتخزنها معاك هنا في الموقع واول ما هتنزل العملة لو نزلت على الاقل خالص يعني ده يعطبها الحقيقة مش تنبق اللي انا هقوله ده ان العملة اقل حاجة هتنزل بتلاتة دولار اقل حاجة تمام العملة حاليا سعر الوحدة اتنين سنت وممكن توصل ليه تلاتة دولار هتوصل يعني اقل حاجة تلاتة دولار تمام ما ايجد عن لو انك ما عايز اشتري مسلا عايز اشتري فهقول له buy دابلي توليتو造كين هتلاقي مكتوب قدامك اهو مسلا لو انت عايز تشتري اه تاخد دست nei Student 50% فاقولو انا مسلا عايز دين عايز89 دست doctors قص dulu. قء لك اهو الام ٢ ٥٥ بتكوين يعني ربع بتكوين طبعا دا رقم كبير جدا ٩٠٠ دولار ذوبانشل فين. ربع الحديث خمسين الف عمله. ربع الحديث هيديك 5.000 اف عملة دا كتير جدا طبعا. لو روح لومسلا عند بلاش البيتكوين. قال لك اقل حاجة في البيتكوين. اقل حاجة ممكن تشتريها بيتكوين. اه هيبقى اه واحد وتلاتين. تمام? لكن عندك الاسيريوم. الاسيريوم ممكن تشتري اقل حاجة واحد اسيريوم. يعني ممكن تشتري خمس تقاف سبعمية واربعتاشر عملة بمية واتناشر دولار. زي ما انتم شايفين. يعني لو اسدنا الارقام دي على بعد هيطلع لك العملة بكام بالزبط. ولكن بغض النظر يعني فواضح ان العملة سعارها رخيص جدا. عملة يعني خمس تلاف سبعمية واربعتاشر واحدة فيها بمية واتناشر دولار او بواحد اسيريوم. وده يعتبر اقل حاجة في العملة دي. دمان شايف? المنم اهو. بغض النظر مين هيشتري العملة او مين مش هيشتري. ده حاجة تعتبر كاستثمار للناس اللي فهمة في الموضوع العملات. انا مش بقولك اه صدق كل ما انا بقوله حاليا وبتاع. لا انا بقولك اسأل. اسأل عن العملة دي انا اسأل عن ناس اللي بتشتغل فيها. تاني حاجة يدور على اليوتيوب لان ان بحست كتير اوي. ناس كتير اوي رجحت ان العملة دي من احسن عملات ممكن تشتريها في الفين واتسعتاشر او او اخر او 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 اخر او او 18 في الوقت اللي احنا في حاليا من احسن عملات ان انت ممكن تشتريها لانها مية في المية سعرها هيبقى اضعاف كتير اوي ما هي بتتبايع عدلوقتي. تمام? وبعدك يا طبعا يعني الناس اللي عايز تفهم زي ما قلنا هتشتر العملة هتتعان عندك في الموقع هنا هتاخدها من الموقع هتحطها في المحفظة العملة دي اما العملة تنزل السوق بسعر كويس. بس موضوع بسط جدا. وطبعا الموقع ده يعني مش محتاج يعني نفهمكم ده الموقع الرسمي بتاع العملة. وده سكتل اوي يعني اما عليه وموقع ممتاز جدا. كمان صاحب الموقع ده كان صاحب شركة اه الكترونيات كبيرة جدا جدا تعام ومشهورة جدا. هتلاقي برضو مكتوبة في بداية المواقع برا. والمواقع عندك بالعربي ولكن للأسف هو جوه هنا مش بالعربي. هو جوه هنا بالانجليزي. ازاي زي ما قلنا يشتريه عملي عن طريق البتاع دي هن كده وتقول له باي على طول يعني مسلا هشتريه عن طريق اسيربيا متقول له باي توكنز زي ما انتم شايفين هيدخلك هنا هتحط المحفظة بتاعتك جميل او بيقولك ما تحطش محفظة وقالك سند سند ابعت الفلوس هنا. تمام? هتقوم بعيتها وبعد كده على طول تقول له يعني اه اه وريني انا بعت الفلوس تغلق. تمام? بس موضوع بسط جدا دي العملة يا جماعة اسمها واسمعوا يا جماعة العملة دي اسمعوها بعد كده. وعن فاكرة العملة دي زي ما قلنا عامدين خاص من خمسين في المية او لحد خمسين في المية. اه بسبب البلاك فريدي والنهارده اخر يوم للعملة. ما عرفش عن الفيديو ده ينزل هيكون ايه اللي حصل. ولكن ده هيبقى اخر يوم تقريبا للعملة تكون بسعر كويس. فاتمنى اتمنى الناس اللي هتشتري العملة او ناوية تستثمر في العملة دي ايوة انت هتدفع رقم مش بطال مية واثناشر دولار على اسيريوم. الموضوع مش قليل جدا ولكن بتكلم على فكرة الناس اللي فهمها. انا بتكلم على الناس المحترفة في المجال ده. الناس محترفة في مجال العملات اللي بتشتري عملات وتخزنها والشغل ده. تمام? ناس كتير مخزنة انا نخزن دوجي كوين ونخزن كزا عملة. فعادي انا جماعة فموضوع مش 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 تيلة درجة دولة. الناس اللي بتسأل ليه السعر مرتفع? ليه السعر مرتفع في العملة دي حاليا او يعني ليه اقل حاجة مية واثناشر دولار وكلام ده لان دي ده ده الرسمي ده الموقع الرسمي بتاع العملة. انت ممكن لو سألت برة في الجروبات على الفيس بوك وقال حاجة ممكن تعرف وقتها اا العملة دي بتشتري منها ارقام اقل. انت ممكن مسلا تشتري خمسة مية تشتري الف. حيبى معاك السعر قليل جدا يعني. تمام? اتمنى 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 تكون في التوكو النهارده. واتمنى لو عجبتكو العملة دي او حاجة زي كده عايزين نكمل في المشاريع دي ونشوف الموضوع ده ونشتري او انا اشتري من العملة دي لو انتو حبين. فيارد تقولولي في الكومنتات تحت. وبس كده. شكرا جدا عليك على مشاهدة الفيديو. انت نسيش تعمل له لايك وتشتريك في القناة كنتو مرة تشوفني. وشكرا جدا عليك على مشاهدة امرة تانية. بس سلام.